تحت رعاية السيد رئيس الجمهوري تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة السادسة والعشرين من مبادرة كلنا واحد والمستمر اعتمارا من الاول من يونيو لمدة شهر لتوفير كافة انواع السلع غذائية وغير غذائية للمواطنين باسعار مخفضة تصل نسبة التخفيض فيها الى 40% فخورين بالمشاركة في المرحلة رقم 26 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية والمبادرة موفرة اصناف كتيرة باسعار مميزة واسعار مخفضة زي الاصناف الاستراتيجية واصناف الادوات المنزلية عليها عروض قوية جدا واصناف الاغذية التسجة نفس الشيء عليها عروض قوية جدا مبادرة كلنا واحد فعلا من السلعة متوفرة متوفرة بالاسعار اقل بكتير من الموجودة برا وهي دي اللي احنا محتاجينه فعلا لا يا كل حاجة طبعا متوفرة باسعار كويسة حاسة ان الميزانية معايا لا فرائد جامد بالخصم اللي موجود تشهد هذه المرحلة مشاركة واسعة من السلاسل التجارية والاسواق التجارية الكبرى وموردين لحوم وخضروات وفاكهة وتجار جملة وتجزئة لضمان وفرة معروض عبر 2254 منفذا بمختلف محافظات الجمهورية كما ان البعض منهم يشارك للمرة الاولى استنادا الى نجاحات المبادرة في دعم المواطنين في مراحلها السابقة جودة عالية تتميز بها السلع المشاركة في المبادرة فضلا عن اسعارها المخفضة عن مثلاتها بالاسواق متاح بالمنافذ والاسواق التجارية الكبرى والشوادر الموضحة على موقع وزارة الداخلية على الانترنت لسهولة وصول المواطنين اليها بقى لي اكتر من سنتين بنزل هنا كل اسبوع او عشر ايام اشتري كل احتياجات البيت الاسعار معقولة جدا جدا واقل من اي مكان تاني الاسعار فرق جدا انا بقدر انوع الانواع السلع عن برا بقدر اجيب حاجات كده ما بقلهاش برا ساعات فبصراحة نحبين نشكر سيارة الرئيس على المجهود المبزول لنا والشعب وده احساس منه بالشعب فعلا شكرين جدا كما تواصل منظومة امان وتزامنا مع المبادرة توفير السلع الغذائية وغير الغذائية باسعار مخفضة من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا وقوافل السيارات على مستوى الجمهورية وكذا توفير عبوات تحتوي سلع غذائية بتخفيضات تصل نسبتها الى 50% مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر والكل عارف ان مصر طول عمرها اصل الحكاة شعب وقيادة وشرطة احنا وكل فر ونشكر السادة عفتاح السيسي على زين مبادرة ان هي بتعاق بتساعد الفقرة وبتساعد المحتاجين فاحنا عاوزين المبادرة دي بزيادة تستمر مبادرة كلنا واحد في دعم الاسر المصرية وتخفيف الاعباء عنهم من منطلق المسئولية الاجتماعية لوزارة الداخلية لايمن لنا سلطة وشاة